هذا واستقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال زيارته إلى المملكة المتحدة وفدين برلمانيين رفيعي المستوى من أصدقاء البحرين في مجلسي العموم واللوردات متمثلين في مجموعة من أعضاء الكتلة البرلمانية المعنية بالصداقة مع مملكة البحرين برئاسة النائب كونر بيرنز ومجلس الشرق الأوسط في حزب المحافظين برئاسة النائب ناظم زهاوي في مقر إقامته يوم أمس ورحب جلالته وحفظه الله بالبرلمانيين البريطانيين معربا عن تقديره لجهودهم المتواصلة لتقريب العلاقات الثنائية بين المملكتين الصديقتين وتعزيزها في شتى المجالات المختلفة وتطرق جلالة العهل المفدة خلال اللقاء إلى الإنجازات والمكتسبات المهمة التي حققتها المسيرة البرلمانية في المملكة وأكدا أن مملكة البحرين نجحت في إرساء تجربة فاعلة ونموذج متطور للممارسة البرلمانية المستندة إلى أسس القانون والدستور من خلال مجلسي الشورى والنواب الذين يحضيان بدعم كامل للنهوض بمسؤوليتهما ودورهما في الرقابة والتشريع كما أعرب جلالته عن اعتزازه بما تنعم به البحرين من روح التكاتف والترابط والمحبة بين كافة أبنائها مؤكدا رعاه الله أن المملكة ماضية على طريق تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم والتنمية من أجل خير ورقي شعب البحرين كافة كما جرى خلال لقاء استعراض عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية منوها جلالته في هذا الجانب بالدور الفاعل الذي تطلع به المملكة المتحدة على الساحة الإقليمية والدولية وبجهودها لخدمة قضايا الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم من جانبه عرب السيد كونر بيرنز النائب البرلماني لحزب المحافظين البريطاني ورئيس الكتلة البرلمانية المعنية بالصداقة مع مملكة البحرين عن عمق العلاقات بين البلدين والتي تعتبر من أوثق العلاقات لبريطانيا في المنطقة منذ بدئها مضيفا تطرقنا خلال اجتماعنا مع جلالته لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية ومنها إنشاء مقر التسهيلات البحرية البريطانية في المملكة وفي نفس السياق أوضح السيد بيرنز الذي يترأس الكتلة البرلمانية منذ ست سنوات زار خلالها البحرين عدة مرات أوضح أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في تاريخها لتصبح مثالا للانفتاح والتعايش لبلدان الوطن العربي حيث كانت سباقة فيما يخص حقوق المرأة وحرية العبادة والتسامح بين كافة مكونات المجتمع من جانبه أشهد السيد ناظم زهاوي النائب البرلماني وعضو مجلس الشرق الأوسط في حزب المحافظين قائلا سعدت بلقاء جلالة ملك البحرين اليوم العلاقة بين بريطانيا والبحرين تاريخية ومتينة وتم تعزيزها مؤخرا بافتتاح مقر التسهيلات البحرية البريطانية في الجفير كجزء من ميناء سلمان كما استمتعت بالحديث مع جلالته حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك يذكر أن الكتلة البرلمانية المعنية بالصداقة مع مملكة الوحرين عقدت اجتماع جمعيتها العمومية السنوي في وقت سابق من اليوم نفسه حيث تم انتخاب أعضاء مجلس إدارتها الجدد كما تم يعادة انتخاب النائب البرلماني كونر بيرنز رئيسا لها هذا وقد تم التصويت والموافقة بالإجماع من قبل كافة الأعضاء لتغيير اسم الكتلة إلى مسماها الحالي وفي ختام اللقاء رحب جلالته الملك المفدى حفظه الله رعاه بالأعضاء الجدد وبالمسمى الجديد للكتلة البرلمانية والتي تعكس بدورها عمق العلاقة التاريخية والودية بين المملكتين الصديقتين الممتدة منذ مئتي عام كما أثناء جلالته على جهود عظام مجلسي العموم واللوردات في تعزيز المصالح المشتركة متمنيا لهم التوفيق والسداد من جانبهم أعرب النواب البرلمانيون عن بالغ شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك المفدى حفظه الله رعاه على ما وصلت إليه هذه العلاقات من تعاون وتطور ونمى في شتى المجالات في ظل توجيهات جلالته وجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا والوصول بها إلى أفضل المستويات حتى أصبحت نموذجا متميزا للصداقات والشراكة بين البلدين عمق تاريخي امتد لنحو مئتي عام من العلاقات الوثيقة والمتينة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة شهدت على الدوام نماء وتطورا في شتى المجالات وعلى رأسها السياسية والاقتصادية والعسكرية لتشكل نموذجا للعلاقات المبنية على أسس من التاريخ الراسخ والمستمر بتنامي التعاون وتبادل المصالح المشتركة لا سيما التفاهم والتنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية والأمنية العلاقات بين المملكتين الصديقتين تطورت بشكل واضح نتيجة ارتباط العائلتين المالكتين في البلدين الصديقين والنية الجادة لتوثيق وتعميق هذه العلاقات على مر العقود وكان من أبرز ما يؤكد هذه العلاقات الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين على كافة المستويات والتي منحت هذه العلاقات زخما إيجابيا يعزز من العلاقات الوطيدة الممتدة والمتعمقة الجذور والتي تربط بينهما على الأصعدة كافة بما يضمن تحقيق مصالح البلدين الصديقين التنامي في العلاقات بين المملكتين طال شتى المجالات لعقود طويلة مضت ما أتاح فرصا واسعة للتوافق في الرؤى بين البلدين الصديقين وهو ما ولد تفاهما كبيرا حول الاستراتيجيات الهامة الرامية للتصدي للأخطار المحدقة بالمنطقة وأمنها وإيجاد حلول للأزمات وإحلال السلام وسبل لدعم التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب كما شمل التعاون بين البلدين مجالات التجارة والاستثمار بما يعزز من التعاون الاقتصادي ويقوي الروابط التجارية وتحظى زيارات جلالة الملك المفدى بحفاوة بالغة على المستويات كافة في بريطانيا ما يعبر عن التقدير لمساعيه الحميدة لتطوير وتفعيل كل أطر العلاقات المشتركة مع بريطانيا وهو ما يؤكد المكانة البارزة والمتقدمة لمملكة البحرين والاحترام الكبير والإعجاب بالمشروع الإصلاحي المستنير الذي أطلقه جلالة الملك المفدى منذ توليه مقاليد الحكم للبلاد مطلع عهده الزهر